الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد فهذه الجائحة جائحة كورونا كوفيد 19 يعني أصابت الأمة الإسلامية بأسرها والأمة بأكملها وخصوصا نحن المغاربة اعتدنا أن نقوم في المصليات وأن نقيم الصلاة مع أزواجنا وأبنائنا لكي نحي هذه الشعيرة وهي صلاة الفطر في المصليات كان النبي صلى الله عليه وسلم يواضب على هذه الشعيرة وللأسف هذا الوباء منع المساجد أولا من قيام تراويح في رمضان ومنعنا أيضا من القيام بهذه الشعيرة ولكن هناك ليس المانع المانع ليس أن منعنا هذا الوباء من القيام بصلاة التراويح في المساجد ومنعنا من بزفد الحويج منها أيضا شعيرة صلاة الفطر في المصلى هذا مانع من قوموش بها في البيوت دينا مع الأهل دينا والبيوت دينا وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في زمننا هذا أمرنا أن نقوم بهذه الشعيرة في البيوت دينا لأننا لن نرميوش بالنفوس دينا الواحد تهلوكا اللي ستكون النتيجة خائبة من أمورها لأن الدين هو دين يسر دين ليس بالعسر الأمور ميسر الحمد لله الإنسان يقوم بهذه المهمة في البيوت دياله مع الأسرة دياله يصلي مع الأهل دياله في البيوت دياله ويبقى في البيوت دياله حماية لنفس دياله حماية للأهل دياله إلا سمحتي مثلا أنا غدي نصلي صلاة الفطر في المنزل ديالي مع الأفراد الأسرة الصغيرة ديالي اللي يعيش معهم كيفاش نقدر نصليها؟ إن شاء الله قد نحاول نقرب الإخوة الكرام صلاة العيد في البيت المهم في هذا الأمر الإخلاص لله عز وجل الإنسان لما يصوم رمضان ويخرج زكاة الفطر يفطر في صلاة العيد فيصلي بأسرته في البيت يجمع أبناءه وزوجته وأهله في إطار الليمعة في البيت يمكن أن نجمعه في إقامة سكانية ونجمعه ونديرها في السطاح لا لا هذا يخالف شرع الله عز وجل الأولا ويخالف أوامر السلطات الإنسان في البيت دياله قدر مستطع كانوا جوج كانوا تلسد الناس فهذه تتحقق فيهم الجماعة إذن يأم بهم رب البيت الأب ديالهم وتصالت العيد تكون كالتالي يتقدم الأب إلى الأمام فيأم بأسرته فيكبر تكبيرة الإحرام جهرا مع ست تكبيرات الموالية تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام والقيام لها بطبيعة الحال الوقوف لها جميعا كيكبر لولا تكبيرة الإحرام ومورها ست تكبيرات اللي كيكبروا معه الناس لمورا كيكبروا معه جهرا والركعة الأولى يقرأ فيها الإمام الذي يأم الأسرة دياله صورة الفاتحة جهرا مع صورة الأعلى كل ما طلع دياله هذه الصورة سبحي صبر بك الأعلى الذي خلق فسوى فيقوم في الركعة الثانية فيقرأ أيضا صورة الفاتحة مع صورة الغاشية أو صورة الضحة الشمس وضحة شمس أو صورة الغاشية فإن استعسر عليه الأمر أو استصعب عليه الأمر أن يقرأ بالغاشية لأنها طويلة فليقرأ بصورة الشمس فهي ملسرة وصغيرة لأنه كما قلوا لكم أن هذه الدين ديالنا دين اليسر وليس دين العسر إنسان لي لا يقدرس يقرب صورة الغاشية وليس يقرب صورة الشمس بعدها يسلم كما يسلم فيذكر الله عز وجل في بيته مع أولاده وأحبابه وأن يبارك للجيران وأن يبارك للأقاريب وأن يبارك للأصدقاء لأن الغرض في هذا هو الترحم فيما بين الناس وأن تكون هناك صلة ما بين المجتمع وما بين الأقاريب عبر الهواتف وأن لا يخرج الناس من بيوتهم وأن لا تكون هناك ضجال لأن صلاة عيدنا مولفين كما تعلم أخي الحبيب أن الناس يخرجوا بالأولادهم ويشلوا اليوم الألبيسة احتفالاً بهذا اليوم العيد في دولتنا الحبيبة المغرب الناس مولفين وحد العادات الاجتماعية مولفين وحد تقاليد وحد أعراف الناس يلبسوا البلدي ويلبسوا مع الأولادهم ويخرجوا ويحتفلوا بهذا اليوم العظيم الإنسان يحتفل في البيت دياله يحتفل مع الأسرة دياله ويخلقوا ذلك الجو اللي مولفين يخلقوه في الأعياد السابقة ويخلقوه في المصليات ويخلقوه في المسجد يجعلوا البيوت ديالهم كقول الله تعالى ويجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي